المنتخب المصري هيواجه منتخب غينيا بيساو في الجولة الثانية من مرحلة المجموعات في كأس الأمم الأفريقية اللي بيتلعب في الكاميرون ايه الأوراق الفنية اللي هيعتمد عليها كيروش المدرب الفني في هذه المباراة هل عالج الأخطاء اللي حصلت في مباراة نيجيريا هل مع الأداء اللي شفناه في المباراة الأولى ممكن يكون عندنا أمال في المنفسة على البطولة القرية الحقيقة أسئلة كتير هيجاوب عليها أضفنا في الوستوديو النهاردة الناقد والمعلق الرياضي محمد عفيفي اللي منوارنا النهاردة في صباح على خير يا مصر سيد محمد صباح الخير وأهلا بيك معا صباح الخير على حضرك صباح الخير إيمان هنم صباح الخير أسيد ياسر صباح الخير على كل مشاهدي صباح الخير يا مصر أينما كانوا طبعا أسئلة كتير أسئلة كتير وطبعا يعني لا يخفى على أحد أن الأداء في المباراة اللي فاتت مع نيجيريا كان غير مردي انتقادات كتيرة السؤال المنتخب هيحقق المعادلة الصعبة ويقدر ينافس في المطشاط اللي جاية بتأكيد يقدر ينافس في المطشاط اللي جاية منتخبنا الوطني منتخب من منتخبات الصفوة اللي موجودة فيه إيقارة الإفريقية وفي هذا المونديال وبشكل عام بالسكاوتنج اللي معمول على المنتخبات ما قبل انطلاق البطولة ما لنزعه الجولة الأولى لأن الجولة الأولى فيه حاجات كتير قوي تزعل من منتخبات كتير مش بس منتخبنا الوطني لأنه على سبيل المثال منتخبنا الوطني من المنتخبات اللي بتاخد وقت شوية في الدخول في أجواء المباراة لأنه على الوضع الحالي على سبيل المثال المحترفين ملعبوش ولا مباراة ودية ما بعد مباراة الجابون في الإسكندرية في تصفيات كأس العالم ولا يعرفوا بعض ولا عارفين الإطار تكتيكي وكرادوس كيروش ما زال حتى الآن بيقول أنا بستكشف وده غلط اللي جابوه في الاتحاد المصري أو اللجنة التي كانت تدير الاتحاد المصري لكورة القدم قالوا له احنا عايزين كأس العالم بس ودولوا صلاحيات بزيادة شوية ما تنفعش مع العقلية بتاعة الناس في مصر أنه الناس بتفهم كورة أنت مش جاي عشان هدف معين أنه تتأهل كأس العالم في مارس في ممورتي الحسم أو تتأهل من المرحلة دي تروح المرحلة الجاية وبس في كأس الأمم الأفريقية هو يعرف جاين أو كان لازم يعرف كويس قوي أنه مش زي البطولة العربية في البطولة العربية واخد الجرين كارد أنه يعمل اللي أنت عايزه درب اللي أنت عايزه دول محليين وده كان واضح يعني يمكن أستاذ محمد الانتقاد أن بعض اللعيبة لعبت في أماكن غير الأماكن اللي بتلعب فيها زي التريزيجية أو زي محمد صلاح يعني هل ده أيضا حضرتك لازم نلفت للنظر أم ده عادي من حق المدرب أنه هو يعمل حاجات زي كده بضبط دي واحدة من الانتقادات يعني فكرة أن المنتخب المصري ممكن يكون بياخد وقت عشان يدخل في أجواء المباراة دي حاجة وأن يلعب بتشكيلة مختلفة مش متوقعة دي حاجة تانية بالتأكيد هو من حقه أنه هو يجرد في مباراة نيجيريا التغيير اللي عملها هو فكر تفكير عالي قوي بس ما قدرش ينفذه على الأرض الملعب هو فكر تفكير عالي قوي اللي هو فكرة أنه تريزيجية يكون موجود بينزل بشكل مختلف لنص الملعب بيحاول يفرغ مساحة معينة لمحمد صلاح لما يكون راس حربة إلى جوار مصطفى محمد بشكل مختلف لما مصطفى محمد دي انزل وياخد معنا مدافعين تريزيجية بينطلق من نص الملعب بس محتاج بقى واحد يطلع كرة بشكل متقن من التلت الدفاعي للتلت الهجومي مع تفريغ دفاع منتخب نيجيريا مقدرش ينفذه لي لأنه مش متعودين على هذا الاسلوب بزاف ينتريزيجية ومش متعودين على مكان آه يعني الأماكن اللي موجودة فيها العيبة يعني يمكن الواحد أما بيكون في مكان جديد لأول مرة أكيد بيبقى مش هنقدر نقول مش واخد على المكان مش قادر يعني طبعا الأبعاد والزوايا غير الأماكن اللي الواحد بيبقى متعود على إنه هو يلعب فيها دول محترفين ويقدروا يطبقوا لكن محتاجين وقت لأنه مثلا الناس كتير قوي قالت إنه محمد صلاح هو بيلعب بشوكة وسكينة أو خايف على رجله أو ما بيلعبش خالص زي ما بيلعب مع ليفربول على سبيل المثال محمد صلاح مش لائل حواليه في ليفربول عارفين كويس قوي على المغمض هو رايح فيهن وكرة تروح له زي في منتخب مصر ما فيش حد فهم دماغ محمد صلاح توظيفه كان خاطئ لأنه ما ينفعش يلعب كراس حربة صريح هو كيروش فكر في تفكيره عالي قوي بس ما تنفعش مع العناصر الموجودة في منتخبنا الوطن لأنه كان عامل كمان متخب ناجيريا سكاوتنج علينا عالي قوي وضغط على حامل الكرة بشكل مختلف ووزعه المجهود بشكل عالي غير أنه أنت أصلا لما بتبدأ الهجم على الأرض من تحت أنا مش عارف عامل إيه يعني لا حجازي ولا الوينش ولا حتى لما فكر في محمد عبد المنعم لما منزله كظهير بمكان أكرم توفيق لما أصيب هو فكر تفكيره برضو أنه يغير 4-3-3 لـ 3 و 5 في نص الملعب و 2 يبقوا قدام مع الشكل أو الرسمة تكتكاية اللي هو مش عارف يطبقها أصلا لكن محمد عبد المنعم كان هيبقى مع انطلاقات فتوح اللي هو هيغيب من النهاردة عن المباراة أيضا أنه يسيب فتوح طاير ناحية الشمال ويخلي محمد عبد المنعم بسرد باك 3 إلى جوار الوينش وحجازي ويعمل شكل هجومي مختلف ده تنفذ؟ لا طبعا عايز وقت أكيد لأنه ملعبوش ولا مباراة ودية ما قبل انطلاق الأمم الأفريقية شوية شوية مع الوقت نحن حتى في كأس العرب مع لبنان تفوقنا واحد لشيء بالعافية ثم ما بعد ذلك شغلنا كان أفضل حتى لو بالمحليين حتى لو بتغييرات كتيرة بس شوية فهمنا عقليات بعض مع التدريبات إن شاء الله نهاردة مباراة غينيا بيساو مهم جدا أن يكون فيها تطبيق بشكل محسوب طب تفتكري يا أستاذ محمد لو كانت التشكيلة دي تغيرت في ماتش زي مباراة النهاردة مع غينيا مش مع منتخب زي نيجيريا كان ممكن الناس تتقبلها وما تلقاش الانتقادات الكبيرة دي وهل الحظ عنده لو حطينا في الاعتبار كمان الإصابات اللي حصلت مع أكرم ومع فاتوح ده كمان يعني غير الحسابات صحيح النتيجة بتوقي بظلالها زي ما بيقولوا يعني لو كان هو القرع برضو من خدمتنا أنت لما تبتدي بالليفل الأعلى في المجموعة ثم المباراة تبدأ تتدرج للأسفل ما بيخدمكش أول لو كنت بتاديت بغينيا بساو ثم السودان حققت انتصارات دخلت في أجواء المجموعة بشكل أفضل كان ممكن توصل لمباراة نيجيريا في الختام على سبيل المثال لو كانت القرعة ماشية معنا بهذا الشكل كان يبقى أحسن بكتير لكن هو اصطدم بمنتخب كبير خلاص نفكر في البعض لأن انت عندك لعبين محترفين يقدر يغير النهاردة يقدر يغير لأنه غينيا بساو يمكن جيفرسون مابابالدي بيلي الأسماء موجودة تحديدا في التلت الهجومي ثلاثي وبيميل ناحية المين وبيلعب بشكل مختلف شوية نقدر أن احنا نحجمه ممكن نلعب عبدالله سعيد النهاردة ممكن ولازم هيغير لأنه خلاص الناس كلها مش متقبلة أنه يفكر تفكيرات بشكل غير مضبوط على أرض الملعب فممكن يلعب عبدالله سعيد عبدالله سعيد في هذه المبرأة معادلات جاري كتير فمع معادل السن ممكن يقدر يلعب بشكل مميز النهاردة عودة عمر سلايا عودة مهمة جدا أشوف أنه يحط عمر كمال عبدالواحد في ناحية المين مش محمد عبدالمنعم لأنه مش محتاج لعب دفاعي فالجهة اليسرى بتاعت منتخب غينيا بساو مش نشطة في العموم حتى في مباراة السودان الأولى في دور المجموعات ومن ثم عنده عمر كمال يقدر يدعم هجوميا من ناحية اليمين هيعمل التبديلة اللي اتعاملت أنه بدل محمد عبدالمنعم من ناحية اليمين كدفاعها هيبقى أي من أشرف هو ليلعب كدور دفاعها إلى جوار الوينش وأحمد حجازي في هذه المباراة ممكن يغير أنا أتمنى أنه ما يديش هو بفقر في المحترفين قوي يعني ممكن يديلني النهاردة أنا شايف أن محمد فاتحي بيعمل التوازن على أرض الملعب مع عمر السلايا أعتقد أنه هيده تقل كبير قوي ولازم يلعبه في هذه المباراة يعني حدرتك شايف أن النهاردة هيلعب يعني بالنسبة كبيرة يلعب بخطة مختلفة عن الخطة اللي لعب بها في مباراة نيجيريا لا هو بيلعب 4-3-3 ده الشكل الرسمي بتاع كيرلوس كيروش ما بيغيره لكن فكرة المرونة التكتيكية خلال المباراة أنت ممكن تغير في طريقة اللعب 4-3-3 ومش تقطها على أرض الملعب فتقدر أن أنت تنفذ أمور تكتيكية وفقا للشكل التكتيكي بتاع الغريم تقدر أن تتغير فتعمل زخم هجومي فتعمل زحمة بشكل معاين في نص الملعب والإقاع لازم يبقى مضبوط في نص الملعب لأنه هم هيعملوا زحمة هم يلعبوا 4-1-4-1 لكن قدام منتخب مصر مش هيلعبوا بنفس الطريقة يعني يعملوا 4-5-1-5-3-2 يعني هو يعملوا زحمة قوي بحيث أن هم يعملوا لك ضغط أو يوقفوا لك السورس أو المصادر اللي هي من نص الملعب تقدر أنها تحرك هجوم منتخبنا الوطني فلازم يكون عندك مرونة تكتكية لخلق ثوارات هم عندهم عيوب فانية كتير بس المنتخب مش سهل لأن المنتخب ده لو جرنا للمستوى بتاعه لتخبيط المباراة وما قدرناش وضيعنا الفرص والوقت يجري ومشي الوقت والصدرين لنا الضغط المنتخبنا ممكن يفك ونروح لتعادل أو لقدر الله يتخطف مننا هذه المباراة وأفريقيا ملهاش مأمن طيب عبدالله سعيد هل هيلعب أساسي ده سؤال برضو عند كتير من الجمهور أعتقد هو أقرب إنه هو يكون أساسي من اتصالاتنا من متابعتنا للتدريبات الأخيرة عبدالله سعيد واخد دور بشكل مختلف في هذه المباراة هو صحيح ما بيعتمدش على مركز عشرة كاردوسكي روش أو صنع العلعاب الرئيس زي محمد مجدي أفشا أو عمر السولاية عفواً أو عبدالله سعيد هو بيحب عمر السولاية ليه لأنه عمر السولاية بيجيد إتقان إخراج الكرة بالشكل الفعال للهجوم هو بيلعب هو عرف حركة طريقة ليفربول اللي هو شادو سترايكر مفيش مواجم صريح صحيح مصطفة محمد أهو طلعوا جميع خالص بره ما كانش بيلعب راس حربة بالزبط هو بيفكر تفكير تكتكي إنه يحرر صلاح وتريزي جي ويخلي مرموش من الطرف برضو مهاجم ثالث ومعرفش ينفذ ففكرة إنه بيلعب شادو سترايكر ومفيش مركز عشر زي ليفربول بالزبط إنه تلاتة بيلعبوا ديفندرات بس في أدوار هجومية بكيفية إخراج الكرة بالشكل المتقن هيعمله مع عبدالله سعيد أه حمدي فاتحي يجيله ده أكتر من محمد النيني على سبيل المثال لو محمد صلاح هيكون على اليمين أنا شايف إنه النهاردة هيلعب بحورية حركة شوية إنه ممكن يخليه على اليمين نسبيا لكن بالشكل تكتيكي أو بجارية كطرية ممكن يخليه ينزل لو ما لابش عبدالله سعيد يلعب مركز عشر شوية ومحمد صلاح على الفكرة ممكن إنه هو بس أنا مش عارف يقدر ولا لا يعني فكرة إنه لو الدنيا فرطت شوية ممكن هو يسطر على اللعيبة ممكن هو يغير بعض المركز بشكل إنه خليك أنت هنا وأنا هاجي هنا ويعمل الشفت صحيحة الحاجات دي ممكن تنرفز شوية المدرب من على الخط وتتنقل اللعيبة لكن لازم يبقى فيه قائد على أرض الملعب ما ينفعش إن الدنيا تفرط بهذا الشكل وبالنسبة لأيمن أشرف وعمر كمال يا فد أعتقد إنه أيمن أشرف وعمر كمال أيمن أشرف لا غين عنه لأنه ما فيش حد بلعب في الجهة اليسرى بعد إصابة أحمد فتوح عمر كمال محمد عبد المنعم أنا شايف إن عمر كمال لأنه أصلا السكاوتنج اللي تعمل على المنتخب غين يا بساوي ما عندهمش جابها شمال خطيرة لكن عندهم ضربات ثابتة خطيرة ومصري دايما مشكلتها على مدار الأجيال الدربات الثابت فلازم لأنهما بيعملوا شفت معين فيه لعبين بيجروا بشكل وهمي على قائم ومن الزاوية العكسية ليه الفاول أو الدربة الركنية وبتروح على القائم البعيد فلازم يبقى فيه تخيل مختلف للمدافعين ما يبصوش بس على اللعب يبصوا كمان على كورة لأنه بيعملوا خداعات كتيرة جدا وحصل قدام السودان وعدت على خير في أكثر مرة كمان جاءت فيه القائم نعم طب هل فيه أخطاء فنية من وجهة نظر حضرتك يعني اقترفناها في المباراة الأولى أو في المباراة نيجيريا النهاردة ممكن يعني نتلفها بسهولة ويتغير شكل اللعب يعني كيمكن كل الناس يعني اللي كانت متابعة المباراة ما كانت راضية عن شكل اللعب وأداء اللعبين هل النهاردة ممكن نلاقي شكل مختلف أو شيء مختلف في المباراة بالتأكيد أنا مثلا عايز حضرك تشرح لنا هذه النقطة لأن يعني مش كلنا يعني عندنا الخبرة في مجال يعني كرة القدم يعني بشكل احترافي بالتأكيد كل الناس اللي وقت بتحب الكرة وبتفهم كرة أكيد كل حاجة لكن فيه أمور تكتكيس ويرمع هذه المباراة دي على الشعر زي ما بيقولوا تفاصيل تأسيمة المباراة السيطرة من على الخط فيه أخطاء طبعا فيه أخطاء أخطاء التوظيف فعلى سبيل المثال وكما تكرنا من مصطفى محمد أنت لا تصلح في هذا المكان طبعا أنت لما عملت تغييرات أنه نشط الأطراف بمحق أبا أحمد سيد زيزو على سبيل المثال وأتمنى أنه يبدأ بيه النهاردة بدلا من مرموش بالمناسب بس هو برضو هيبدأ بالمحترفين أنت إزاي طلعت مصطفى محمد ما أنت لازم طالما هتشغل الأطراف طالما نويت أن أنت شغل الجنبين فلازم يبقى فيه حد يجيد فني توجيه دربات رأسية فما تشيلوش لأنه لا محمد صلاح بيجيد دربات رأسية ولا عمر مربوش بيجيد دربات رأسية فأنت لازم تبقى فيه يعني تركيبة تكون فيها مزج محترم مع الوقت مع تدريبات في الفترة الأخيرة في الأيام اللي فاتت أعتقد أنه كمان التعامل السيكولوجي دول كلهم اللعبين محترفين أعتقد أنهما نسيوا مباراة نيجيريا ما كناش نتمنى أن نطلع بهزيمة لأنه ممكن نواجه نيجيريا في مرحلتي أو مرحلة مبارتي الحسم لتصفيات كأس العالم مرة تانية ونيجيريا بقت خطيرة جدا بالمناسبة والتوارد بشكل كبير كل الناس كنت تقول يا ريت نيجيريا في تصفيات كأس العالم يوم 22 إن شاء الله هنعرف هنواجه مين ويوم 21 هنعرف برضو مين معنا في تصفيات أفريقيا طيب بالمناسبة حزيك شافي يا أستاذ محمد إزاي البطولة في شكل عام يعني سواء التنظيم المنتخبات هل ده المستوى المتوقع للمنتخبات الأفريقية يعني شايف منتخب زي نيجيريا كاميرون الجزائر هو ده المستوى المتوقع ولا متوقع مفاجأة تانية بالنسبة لأجواء المنخية بالنسبة لبعض الملاعب مش كل الملاعب لا مش على المستوى المطلوب شفنا أهدف معدل أهدف قليل مستوى فني مش عالي في الجولة الأولى شوية في الجولة التانية منذ أن انطلقت من يومين بدأنا نشوف لا مستوى بدأ يتحسن شوية مع الدخول في الأجواء بشكل أكبر المبارات اللي بتكون في الظاهيرة هناك مع رتفاع درجات الحرارة والرطوبة بتكون مشكلة بالنسبة للمنتخبات كتير التنظيم بشكل عام في الكاميرون هي خاضت معركة معركة صعبة علشان تنظم لأن البطولة دي أصلا كان المفروض إنها تقنف 2019 اللي هي استضافتها مصر وعملت طفرة في الكاررة الأفريقية مش هتتكرر تاني في التنظيم لأنه مصر لما بتحط إيديها على بطولة حتى لو كانت في ست شهور تنظمها بقت بطولة عالمية فما بالنا لو كنا أصلا وغدين حق التنظيم من قبلها بكذا سنة فالكاميرون كانت يعني مصممة على التنظيم في مشاكل في مشاكل سياسية كتير في الكاميرون في مبالغ ضخة من أجل كسب ود جماعات وناس كتير أويك هممكن تدخل في الأمر عشان تفسد التنظيم لكن بشكل عام لا ترتقي فنيا ولا ترتقي تنظيميا لكأس قرية المفروضة لأنها تالت أقوى بطولة في العالم بعد كأس العالم وكأس أوروبا بالنسبة للعبين بالنسبة للأجواء بالنسبة للجودة اللعب اللي بيكون موجودة منتخب الجزائر كمصنف المفروض أول كأنه حامل اللقب ومنتخب ما بيخسرش بقاله كتير في أكثر من 30 مباراة أو 33 مباراة ما قدمش المصنوى المطلوب في الجولة الأولى المتخب المغرب يمكن هو المتخب الوحيد اللي قدر أن يحسن تدقارة العبور بفوزين متتاليين منتخباتنا العربية مش على ما يرام الكاميرون قوية بقوة الجمهور بجودة الملعب اللي هو موجود في أوندي في العاصمة هناك ملعب أولمبي الكوة العظمة لازم تتحرك في هذه البطولة لأنه لو منتخبات زي مصر زي تونس زي جزائر زي المغرب زي الكاميرون زي سنغال زي نيجيريا لو ما كملتش في البطولة دي هتقع هتقع تنظيميا بشكل كبير فمهم قوي أنها تكون الكوة الكلاسيكية في القرى الأفريقية في عالم كورة القدم شغالة في المشوار حتى الوصول لأدوار الإقصائية الكوارتر فاينل والسيمي فاينل والفاينل بإذن نتمنى مصر ضمن هذه المنتخبات ونقدر من النهاردة بداية جديدة لشكل مختلف للكورة المصرية في هذا المنديال الأفريق نعم نشكر جزيلا الناقد والمعلق الرياضي لأستاذ محمد عفي في نهرتنا النهاردة في صباح الخير أشكركم جدا